بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم حلقة جديدة مع كورة كل يوم نهاردة إن شاء الله عندنا حاجات كتير جدا في الحلقة هنتكلم طبعا عن موضوع الكابتن حسام البدري والنادي الأهلي وإيه المستجدات اللي حصلت وإيه التغيرات اللي حصلت في 24 ساعة من مبارح لغاية النهاردة هنتكلم عن مطشاط أفريقيا والقرعة اللي حتم بكرة هنقول لكم هنفهمكم بالزبط تصنيف الفرق ومين متوقع يلاعب مين الزمالك والأهلي خلاص في الكون فيدرالية نادي سموحها في دوري الأبطال هنقول لكم التصنيف عمله أربع أو صنفه الفرق لأربع مستويات وهنحكي لكم بالزبط بالجرافيك بنتايج المطشاط بكل حاجة إزاي الفرق هتكون محطوطة في التصنيف ومين هيلعب مين من خلال التصنيف اللي اتعامل من خلال الاتحاد الأفريقي للكون فيدرالية والدوري أبطال أفريقي كمان هيكون معنا فقرة علامية كبيرة النهاردة إن شاء الله نستمتع بيها مع كرة كل يوم وحنحاول برضو نشرك مشاهدينا النهاردة نشرككم معنا ونعرف رأيكم وتوقعاتكم للقرعة في الكون فيدرالية الأهلي هيواجه مين الزمالك هيواجه مين ونادي سموحة هيكون مجموعته ايه في دوري المجموعات نادي سموحة هو الممثل الوحيد للكرة المصرية في دوري أبطال أفريقي انتوا عارفين 8 فرق طبعا بيتقسموا في الدوري الأبطال بيتقسموا مجموعتين 4 فرق بيصعد أول وتاني مجموعة فيها 4 فرق بيصعد أول وتاني ومجموعة تانية فيها برضو 4 فرق بيصعد أول وتاني تعالوا نبدأ أخبارنا ونشوف إيه قصة النادي الأهلي إيه قصة موضوع كابتن حسان البدري اللي كان خلاص يعني قريب جدا من تولي مهمة المدير الفاني للنادي الأهلي لكن حصلت تغيرات كتير النهاردة وخلت إن كابتن حسان البدري ما يتولاش تدريب النادي الأهلي بدا يحكوا إن احنا قلنا إن خلاص كابتن حسان البدري قريب جدا واتفق مع إدارة النادي الأهلي والمهندس محمود طاهر إن هو يتولى تدريب النادي الأهلي ولكن كان خلاص يعني أنا أحكي لكم القصة من أولها كان النادي الأهلي مكلم أو كابتن واق الجمعة كان مكلم كابتن حسين بدري من حوالي عشر تيام من قبل مباراة الأهلي والمقاولين في الدوري العام وكابتن واق الجمعة كان قال له يعني رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع كابتن حسين بدري على أساس أن خلاص كانت أيام جارده بتنتهي في النادي الأهلي مهم كابتن حسين بدري أبدأ موافقة لكابتن واق الجمعة وبعدين بعد ما النادي الأهلي خسر من نادي المقاولين وخرج من بطولة أفريقيا من المغرب التطواني حصلت مكالمة بين المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي وكابتن حسين البدري اتفقوا فيها على كل شيء والمكالمة دي كانت يعني امبارح واتفقوا على كل شيء أن كابتن حسين البدري يتولى تدريب النادي الأهلي وكابتن حسين البدري اتفق مع المهندس محمود طاهر أنه هو حيستأذن من اتحاد الكرة المصري والاتحاد الكرة المصري مش حيمانع في الموضوع وحتى لو فيه شرط جزائي المهانس محمود طهر يعني يدفع والنادي الأهلي يدفعوا لاتحاد الكرة النهاردة كان فيه اجتماع في اتحاد الكرة المصري عشان يعني يقرروا فيه هل كابتن حسان البادري حيكون موجود استمر في المنتخب الأولمبي ولا يرحل إلى النادي الأهلي المهم النهاردة حضر الاجتماع معظم أعضاء مجلس دارة الاتحاد المصري لكرة القدم ومعه الأستاذ جمال علام طبعا رئيس الاتحاد في حضور الكابتن حسان البادري أنا مبرح قلت لكم أن الكابتن حسان البادري خلاص اتفق مع النادي الأهلي مع المهانس محمود طهر على تدريب النادي الأهلي النهاردة دخل الاجتماع الكابتن حسان البادري أعضاء مجلس الإدارة في اتحاد الكرة المصري قالوا لكابتن حسان انت عايز ايه؟ عايز تروح النادي الأهلي ولا عايز تستمر في المنتخب الأولمبي كابتن حسام البدري قال لهم والله يا جماعة اللي انتوا تشوفوه أنا يعني ما عنديش مشكلة لكن اللي انتوا تشوفوه كاتحاد كورة عايزين نروح النادي الأهلي أنا أوكي عايزين نستمر في اتحاد الكورة أو في المنتخب الأولمبي أوكي فطبعا لقوا ان الكابتن حسام البدري بيرامي الكورة في ملعب اتحاد الكورة يعني رامي الكورة في ملعب اتحاد الكورة وهم أصحاب القرار عشان طبعا موضوع الشرط الجزائي انتوا عارفين كابتن حسام البدري بياخد 120 ألف جنيه في الشهر أو 130 ألف جنيه يعني لو ضربنا الشرط الجزائي 6 شهور في 130 ألف هتخشيها في حوالي 200 ألف جنيه مصري بالإضافة كمان إلى راتب الكابتن أسامة عربية بياخد حوالي 50 ألف جنيه يعني هتخش في مليون ومائة ألف مليون وخمسين ألف ده الشرط الجزائي فكابتن حسين البادري قال لهم يعني للتحاد الكرة يا جماعة أنتوا اللي تقرروا أنا ما عنديش مشكلة ممكن أستمر في تدريب المنتخب الأولمبي أو أرحل لتدريب النادي الأهلي بس أنتوا تكونوا موافقين ما فيش بقى حصل ما حصلش بقى أن الاتحاد الكرة نهاردة سمعت الكلام كده الاتحاد الكرة يعني كان عايز يمضي كابتن حسين البادري أنه يعني لو راح لو ساب المنتخب اللي هو ما يدربش المنتخبات تاني وكلام ده غير صحيح هم تكلموا بس أن كابتن حسين البادري لازم يدفع الشرط الغذائي عشان يروح النادي الأهلي فلما اتحاد الكرة شاف أن الكابتن حسين البادري سيب الأمور في إيد اتحاد الكرة أو القرار في إيد اتحاد الكرة فقال خلاص اتحاد الكرة قال لك لا إحنا متمسكين بوجود الكابتن حسين البادري وبرضو خلي بالك وجود الكابتن حسين البادري وكابتن أكيد حسين البادري حسبها أن وجود كابتن حسين البادري في المنتخب الأولمبي لو حصل أي حاجة لمستر كوبر هكتور كوبر المدير الفاني لمنتخب مصر كابتن حسام البدري يكون هو المرشح رقم واحد لتدريب منتخب مصر أو هو اللي حيتولى منتخب مصر الأول لكن طبعا فيه غضب شوية في النادي الأهلي من أن كابتن حسام البدري ما اعتذرش للنادي الأهلي في الأول يعني أول ما تم العرض عليه من الكابتن محمود طهر أو المهندس محمود طهر رئيس النادي الأهلي كابتن حسام البدري كان ممكن يرفض فالناس في النادي الأهلي أو المسؤولين في النادي الأهلي اتفاجئوا أن الكابتن حسامي البادري لما دخل اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكورة ما قابداش رأيه ما قال لهمش اللي أنا إيه عايزة روح النادي الأهلي قال لهم لا القرار في إيتكو كانت تحاد كورة فالي kaufenها علانة في النادي الأهلي حصوا أن الكابتن حسامي البادري بعد ما اتفأ وكل الناس أعلنت وإحنا أعلننا بارح أن الكابتن حسامي البادري خلاص بيقترب أو الأقرب لتولي تدريب النادي الأهلي بشكل كبير جدا والنادي الأهلي معظم أعضاء مجلس الإدارة ورئيس النادي خلاص الأمور كانت داخل النادي الأهلي كابتن حسين البدري هو المدير الفني وبدأوا يشكلوا جهازه وكابتن أسامة عربي أنه هو هيكون المدرب العام والنهاردة المؤنس محمود طهر الصبح أعلن للصحفين أنه خلاص كابتن حسين البدري هيكون المدير الفني فالناس اتفاجأت في النادي الأهلي أو المسؤولين في النادي الأهلي اتفاجأوا أن الكابتن حسين البدري لما دخل اجتماع مجلس دارة اتحاد الكورة النهاردة ما قلهمش اللي أنا عايزة روح أدرب ما قلهمش رغبة يعني اللي هو يدرب في النادي الأهلي فالغاية دلوقتي خلاص كابتن حسام البدري مستمر في تدريب المنتخب الأولمبي النادي الأهلي كابتن أحمد أيوب هو المدير الفني وهو اللي هيقود فريق النادي الأهلي أو القائم بأعمال المدير الفني في مباراة النصر انتوا عارفين مباراة النصر والأهلي بعد بكرة على طول يوم الأربع في بطولة الدوي الأقرب في الفترة القادمة حسب ما بيتقال داخل النادي الأهلي إنه هو كابتن فاتحي مبروك ممكن يكون موجود بعد مباراة النصر لغاية نهاية الموسم ويتم التعاقد مع مدير فني أجنبي بعد نهاية الموسم برضو عشان بقى صريح معاكم واللي أنا بسمعه لكن محدش يعني اتكلم في القصة دي اسم كابتن حسن شحاتها بيتردد عشان برضو يعني مقدرش اتكلم في النقطة دي أو مقدرش اتجهالها لكن في أسماء بتتردد داخل مجلس دارة النادي الأهلي ولكن محدش يتكلم مع كابتن حسن شحاتها خالص في القصة وجانب ارتباط الكابتن حسن شحاتها مع نادي المقاولين العرب طيب القصة هتمشي ازاي في الأهلي زي ما قلتلكم كابتن أحمد أيوب مدير فني أو قائم بأعمال مدير الفني في المباراة القادمة مباراة النصر لحين بقى تفكير مجلس الإدارة هو النهاردة وأنا بكلمكم دلوقتي مجلس إدارة النادي الأهلي مجتمع بيفكر بيشوف هيعمل ايه بيشوف الزنقة اللي هو اتزنقها شوية من موضوع كابتن حسن بدري إن خلاص زي ما قلتلكم كان النادي الأهلي قال أو المسؤولين في أن رئيس النادي اتكلم مع الصحافين النهاردة أو صرح وقال كابتن حسن بدري هو المدير الفني فالناس اتفجأت في النادي الأهلي بتصرف كابتن حسن بدري أنه ما أبداش رغبة وطبعا إحنا نخلي بالكو إحنا بنحترم الكابتن حسن بدري جدا وبنقدره وطبعا هو بيحترم تعاقده مع الاتحاد المصري للكرط القدم والمنتخب الأولمبي ودي حاجة محترمة طبعا من الكابتن حسن بدري لكن الحاجة اللي تؤخذ على الكابتن حسن بدري شوية إنه هو اتفق مع المهانس محمود طارن هو يتولى تدريب النادي الأهلي فالقصة بقى إنه هما في الأهلي ما كانوش متوقعين إن كابتن حسن لما يخش للاجتماع ما يتمسكش إنه هو يروح النادي الأهلي هي دي قصة يعني هي دي قصة بالزبط زي ما إحنا بنحكيها لكم لكن طبعا طبعا عايز أقول حاجة برضو يعني هو موضوع حساس شوية وبرضو الموضوع بالنسبة لكابتن حسن بدري الله يكون في عونه محير النادي الأهلي ناديه اللي هو طبعا اتربى فيه وحقق له بطولاته ومسك فترة كبيرة جدا كابتن حسن بدري مسك حوالي 13-14 سنة مع مستر مانويل جوزيه والواحده ومدير كورا وحقق بطولاته والراتب إنه في النادي الأهلي ضعف الراتب اللي كابتن حسن بدري بياخده في المنتخب الأوليمبي في اتحاد الكورا فالموضوع محير جدا ولكن في النهاية برضو إحنا دايما بنقول إيه إن لازم الاحترام التعاقدات والمنتخب الأوليمبي برضو ده الحاجة الأكبر الحاجة الأهم في مصر المنتخب الأوليمبي والمنتخب الأول لكن كل واحد ليه حساباته كل واحد ليه تقديراته وفي النهاية يعني نتمنى أن كابتن حسن بدري التوفيق إن شاء الله ما يكونش حد زعلان من الكابتن حسن بدري إن الكابتن حسن بدري النهاردة أصدر بيان كابتن حسن طبعا يعني الرجل الله يكون فعونه بصراحة أنا لو في مكانه مش عارف أعمل إيه أستمر في المنتخب الأوليمبي وده منتخب مصر وبقى برضو قريب من المنتخب الأول وهل روح النادي الأهلي النادي الكبير والنادي اللي هو بينتمي ليه واللي اتربى فيه واللي اشتغل فيه وحقق إنجازات وحقق بطولات سواء كمدرب عام أو كمدير فني فالموضوع محير فأنا أنا بقولك كريم مش عايز حد يزعل من الكابتن حسن بدري سواء هنا أو هنا ولكن الرجل في النهاية احترم تعقده مع اتحاد الكرة المصري هي بس النقطة إنه هو اتفق مع المهانس محمود طاهر وفي الاجتماع ما أبداش الرغبة القوية للانتقال لتدريب النادي الأهلي عايز الناس تبعتلي المشاهدين اللي انتو بتتفرجوا على دلوقتي تبعتولي على 9-1-1-7-3 رسائل وحنفتح تليفونات عشان نناقش مع بعض والناقش مع الأهلوية والناقش مع الزمالكوية وجماهير الكرة المصرية انتو شايفين مين الأنسب للنادي الأهلي في الفترة القادمة وبرضو تبدو رأيكو في الموضوع اللي حصل خلال 24 ساعة رأيكو ايه في الفترة القادمة في كابتن حسين البادري هل هو صح ولا غلط من وجهة نظركو طبعا وكل واحد بدون بقى جماعة ايه يعني تجريح أو كذا عايزين حاجة كده شيك محترم نعمل استفتاء رأيي كده ظريف نقدر نقرأ الرسائل كلها على 9-1-1-7-3 وحندخل كمان تليفونات اللي أنا بحكوه لكو ده ده اللي حصل بالزبط خلال 24 ساعة من مبارح للنهاردة لاجتماع اتحاد الكرة المصري لاجتماع النادي الأهلي اللي شغال دلوقتي وأنا بكلمكو أي مستجدات من النادي الأهلي يعني هقولكو بالزبط إيه اللي بيحصل لو فيه أي مستجدات في اجتماع النادي الأهلي تعالوا نشوف دلوقتي تقرير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر